تقترب قوات الجيش الوطني في الشريط الصاحلي بالحديدة من إضافة رابع مديرية إلى قائمة المديريات المحررة من قبضة الميليشيا بعد معارك عنيفة استمرت لأيام مع ميليشيا الحوثي وبمساندة من التحالف العربي نتج عنها سقوط قتلى وجرح من عناصر الميليشيا وفرار آخرين باتجاه مديريات الجراحي والزبيد والمراوعة تمكنت قوات الجيش بعد هذه المواجهات من السيطرة على ميناء الحيمة العسكري في مديرية التحيطة شمال مديرية الخوخة في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة هذه المعركة أفقدت الميليشيا توازنها العسكري في معركة الساحل التي دفعت إليها بقوات كبيرة في مهمة صعبة لإبقائها تحت سيطرتها إلا أن الجيش خاض المواجهات وحقق مكاسب وأحكم سيطرته على مناطق خضعت للميليشيا لنحو أكثر من عامين منذ بديء الحرب ميناء الحيمة الذي سيطرت عليه قوات الجيش الوطني يكتسب أهمية استراتيجية كونه أحد أهم النقاط التي تستخدمها الميليشيا الانقلابية لتهريب السلاح إلى مناطق سيطرتها عبر البحر الأحمر بهذا التقدم الذي أحرزه الجيش الوطني في معركة الشريط الساحلي يكون قد اقترب من البدء في عملية تحرير مديرية التحيطة